السلام عليكم طلابنا الاعزاء. نبدي هسه بالكلاس الاخير اللي هو البوغيات. هناخذ علي من هو الملاريا. اللي هو مرضة اللي سبب لي طفالي البلازموديوم. البلازموديوم هذا شنو عبارة عن جينس. هناخذ علي احنا شنو اللي هو من هو بلازموديوم فالسيبارا. بلازموديوم ملاري. بلازموديوم فيفاكس. والبلازموديوم اوفالي. كل واحدة اللي هم تسبب لي مثلا تسبب لي الملاريا. بس يا نوع من الملاريا. زين. بلازموديوم فالسيبارا كوز ملغننت. ترشم ملاريا. النوع الخبيث. من اسمه ملغننت. الملغننت الخبيث. زين. بلازموديوم ملاري كوز ملاري. بلازموديوم فيفاكس. السبب لي بناين. ترشم الملاريا الحميدة البلازموديوم أوفالي بنين ترشم ملاريا إذن هو كم نوع فور سبيشيز وكل وحدة لها تسبب نوع من أنواع الملاريا ملاريا ملاريا إزكيوت انفكشيس ديزيز أوف بلد كوز باي وون أوف فور سبيشيز أوف ذا بروتوزوة جيناس بلازموديوم فالسيبارا أسفل بلازموديوم فالسيبارا كوز 50% أوف أول ملاريا وايل بلازموديوم فيفاكس كوز 18% أوف ملاريا كيس يعني شنو يقول لي هي أربعة أنواع لكن خمسين بالمئة من الحالات من هو يسببها يا نوع بلازموديوم فالسيبارا في حين 18 بالمئة من الحالات من هو يسببها بلازموديوم فيفاكس هذا البلازموديوم هو عبارة عن بلازموديوم يقول لي هذا الطفيلي البلازموديوم ينتقل إلى الإنسان عن طريق عضة بعوضة أنثى بعوضة الأنوفيليوم عن طريق شنو شوكت من تجي تتغذى على الدم أو عن طريق شنو كونتامينيت نيدل الحقن الملوثة هذا الاسبورز هو ربروديوز سكشولي والأسكشولي زين الأسكشولي العمليات التكاثر اللاجنسية تحدث وهم في الإنسان باي بروسس كول شيزوغوني زين وش ملتبل نيوكليار ديفيجين ار فولود باي ار ار ديفلوبمت افذ نيوكليا باي سيل وال ميروزويد رينجستيج زين هاي كل هالعملية قلنا عمليات التكاثر اللاجنسية تحدث في الإنسان وتدعى بالشيزوغوني هاي الشيزوغوني تتبعها شنو عملي طور الميروزويد اللي هو بين قوسيان الرينجستيج الطور الحلقي بعد منو become تروفوزويد الطور الخضري هذا كل وين في الإنسان التكاثر اللاجنسي في حين sexual reproduction occur in mosquito التكاثر الجنسي وين يحدث يحدث في البعوضة او ش اسمه اسمه السبوروزويد السبوروزويد لاحظ هو نفس الطور المعدي يتبعوها الشيزوغوني هو الاسكشول reproduction in human اللي يعتبر الهيومان شنو الانسان هو المضيف الوسطي في حين السبوروغوني هو يمثلي الاسكشول reproduction ويحدث بالموسكيتو والتعتبر الموسكيتو الانوفيلس موسكيتو هو شنو الديفينيتف هوست المضيف النهائي هل نقدر نحولها الى ملتيبل نعم نقدر نحولها الى ملتيبل من هما الصفر اللي ما تعتبر صحيحة للبلازموديوم زين هل هو الاصابة تؤدي الى تضخم في الكبد والطحال بعدين حناخذها بالكلينيكل سيمبتوم واني منها سدقلك نعم الاصابة تؤدي الملارية او البلازموديوم يؤدي الى تضخم بالكبد والطحال يقولك التكاثر الجنسي يحدث في البعوض صحيح نقلنا التكاثر اللاجنسي في الإنسان والتكاثر الجنسي في البعوض صحيحة يقولي انه هذا الطفيل يدخل الإنسان عن طريق منه الطورة المعدية الاسبوروزويد عن طريق مجرى الدم عن طريق عضة البعوض يقولي خمسة أنواع من البلازموديوم ممكن أن تصيب الإنسان لا هي أربعة أنواع وليست خمسة أنواع بهاي الطريقة طلاب نقرأ رجاء نجي هس على دورة الحياة طلاب دورة الحياة بدايتها أنا قلت لكم من هو الانوفيلس ممبر of all the mosquito genus anophilis are responsible of the transmission of the malaria to human by blood meal these vector transfer malaria اللي هو sporozoid from form salivary gland into human wound يقولك إنه بعوضة الأنوفيلس خصوان الأنثى مسؤولة عن نقل مرض الملاريا إلى الإنسان عن طريق من تتغذى الميل مالتها الأكل مالتها اللي هو الدم زيان من هو الطورة المعدية ال sporozoid يعني تحقن لل sporozoid عن طريق الغداء اللعابية مالتها بالجروح مال الإنسان يعني بالجلد مالتنا وبالجلد المجروح زيان دخل يقولك following enter into the body ال sporozoid شبيه هاي carried through the peripheral blood into paranchymal cell to the liver يعني حتنتقل هاي ال sporozoid وين حتنتقل حتنتقل لل liver زيان انتقلت لل liver هنان لح تتحول الى شنو الشيزوغوني اكر عملية التكاثر اللاجنسية ما قلنا الشيزوغوني عبارة عن شنو ال sexual reproduction وين هاي العملية بال exo erythrocytic cell زيان هاي ال exo erythrocytic cell يعني وين ده تحدث ده تحدث لي بال liver مو بال erythrocyte يعني ده تحدث لي exo erythrocytic cell exo يعني خارج خارج الدم زيان هاي عملية ال reproduction تحدث من 8 الى 25 days يعني عدتها تقصى الشيء 25 يوم depending on specific of a plasmodium species زيان وين هاذا الميروزويد حيروح حيروح circulating blood لمجرى الدم زيان هاذا all clinical manifestation in malaria due to obstruction with parasite stage عملية هاي الأعراض من ترتفع درجة الحرارة ويصير بي تشيلي زي جسمه كله شفرينج يرتعش نتيجة شنو تفاعل المضيف ويا هاي الأطوار مالة من مال الطفلي زيان وراها شلح يصير عدي migrate عمليات هجرة الميروزويد المن للRBC احنا سكملنا الexo erythrocytic cell اللي تكون خارج الدم زيان تكون وين بالليفر هاي عملة التكاثر اللاجنسية هس ينتقل الى منه ينتقل الRBC زيان اللي هما شي سموها erythrocytic cycle زيان ويكملها هاي كلها قلنا شنوها الasexual face او الasexual reproduction البلازموديا او البلازموديون feed on هيموغلوبين يتغذى على اليمن يتغذى على الهيموغلومين ما الRBC ما الكريات الدم الحمراء زيان وراها شلح يصير عني عندي شلح يصير عندي الميروزويد شلح تتحول لديفلوب انتو قميت بس يا قميتات امشاج المايكرو قميتوسايت والماكرو قميتوسايت يعني القميتات الصغيرة والقميتات الكبيرة زيان هذا كل الحدث القميتوسايت القميتوسايت التكاثر لاجنسي هتجي الموسكيتو زيان البعوض الانوفلس ترجع تمتص الدم بس غير بعوض طبعا ترانزميشن أوف ميلاريا باك انتو فكتر اكر وين موسكيتو انجست ماتور ميل اللي هو الماكرو قميت وانت فيميل الماكرو قميت يعني العملية تيجي الانثى مع البعوض تمتص زيان القميتات القميت الصغيرة اللي هو الذكر والقميت الكبير اللي هو الانثى عن طريق شنو بلود ميل من تتغذى على الدم انيشييتين وتبدأ عملية شنو السكشوال سايكل العملية التكاثر الجنسي وين داخل البعوضة يتكاثرون دول القميتات و فورم شنو تبدي تكون لي الزايقوت الزيجة زيان هاي الزايقوت شنو هتصر شنو become enlarged تكبر وتدعى بال او او كاين زيان هاي الاو او كاين زيان ماتور انتو او او سايت تتحول لي الى او او سايت زيان و complete الماتور وراها رابتشار هاي الاو او سايت هاي الاو او سايت وراها رابتشار يعني تتمزق releasing شنو سبوروزويد زيان which migrate انتو ساليفاري جلاند الغدة اللعابية زيان وقلنا احنا الاسبوروزويد هو الطور المعدي ويبدي ترجع يعديلي الانسان مرة اخرى وهكذا طلابنا زيان اتمنى تكون هاي دورة الحياة واضحة طلاب اذا دتبعون هذا مخطط كراسمة الكومية الدكتورة زيان دتوضح انه انه نفس الحاجة اللي حتشينا توضح انه السكشوال ربروديكشن يحدث وين يحدث في داخل البعوضة زيان وتتكون من شنو انه يتكاثر دي الامشاج الماكرو قميت والماكرو سوي لزايغوت الزايغوت يطيلي الاواصيس الاواصيس يطيلي سفوروزويد والسفوروزويد هو تعتبر شنو الطور المعدي للانسان زيان هذا السفوروزويد دخل للانسان حيسب لي دورتين سايكلين الاغزو الاغز يعني خارج اغزو ارثروسايتكسيال والارثروسايتكسيال الاغزو ارثرايس الاغزو ارثرو تحدث وين تحدث بالليفر حيث والشيزوغوني تتحول إلى شنو ميروزايت والميروزايت الطيني الأمشاج زيان طلابنا أتمنى تكون دورة الحياة واضحة عندنا اللي هي هاي نفسها عندناها أكثر من مرة اللي هي هاي نفسها زيان نجي هسا على منوى الباثولوجي والكلينيكل مانيفستيشن شوفوا طلاب الباثولوجي والكلينيكل مانيفستيشن الحد النص هذا البراغراف الحد نصه هو حشي معاد ومهم أنا ماذا أقول مو مهم بس هو حشي معاد حيشينا باللايف سيكليات يقول لي البلازموديوم السبوروزويد ويهاجر إلى الكبد وقلنا إنه هاي تعتبر الدورة ما خارج الدم تكون لطور يشبه متحوصل زيان اللي يدعى شنو 1000 أوف ميروزويد آلاف من الميروزويد هاي الميروزويد ريليز انفيد الريت بلات سيل وسوها تتحرر وتغزولي منو خلايا الدم الحمراء هاي الميروزويد فيدون هيموغلوبين أز نيوترشن تتغذى على الهيموغلوبين كغذاء حيشيناها قبل شوية زيان هاي الميروزويد كان بي انفيد أذر ارتروسايت زيان وراء طبعا حتتحول إلى قناها الماكرو جميت والماكرو زيان هاي عملية انه اللارج والريد بلات سيل ربتشار زيان سببلي فيفر ارتفاع في درجة الحرارة زيان وقد سويلي شنو مخلفات في الدم توكسيك سبستانس يؤدي طبعا إلى بعديا إلى عملية كل تأذي الجسم وسويلي ركشن زيان همينا مهدان نتشيني على النص البرغراف يقول لك البلازموديوم فالسي بارم is considered to be the one causing greater number of mortality rate through the world يقول لك أكثر نوع هو يظرني من البلازموديوم وأكثر نوع خطير زيان ويؤدي إلى العديد من الوفيات هو البلازموديوم فالسي بارم نقطة ونقدر نحول هاي المعلومة إلى multiple choice هي which of the following بلازموديوم is considered to be one causing greater mortality rate through the world هل هو بلازموديوم مالاري هل بلازموديوم فيفاكس هل هو أوفالي لدن جاب يكون اللي هو رقم C بلازموديوم فالسي بارم زيان أيضا يوجد عندي multiple choice آخر من هو المرض اللي ينتقلي عن طريق الأنوفيلي من بين بي هو المرض المالاري اللي هو لسبب لطفالي البلازموديوم زيان البرغراف الفوق نفس الحاجة تقريبا دي يقول لك البلازموديوم مالاري والبلازموديوم فيفاكس والأوفالي causing middler form of the disease يعني سبب لنوع معتدل من المرض زيان because they invade either young or old red blood cell يعني هو أما حيصيب الكريات الدم الكبيرة بالعمر أو الصغيرة بالعمر بس ما يصيب مثليناتهم في حين in contrast في حين البلازموديوم بالمقارنة ببلازموديوم فالسبارا which invade cell of all age تغزيل كل ال red cell بكل الأعمار زيان ووضحناها بال multiple choice اللي قريناها قبل شوية والملاريا تسبب لي وفيات كبيرة قد تصل إلى 300 مليون كيس في السنة الواحدة هذا معدل خطير زيان الكلينيكل سمتم تسبب لي من البنائن tertium malaria patient infected with plasmodium vivax typically being to develop symptom بعد تقريبا هذا من 10 إلى 17 يوم الأعراض تظهر لي لأنه قبل كان شنو عندي incubation period فترة حظانة واضح طلابنا زيان الأعراض تتراوح مثل تشبه سين يجول سين resemble flu أعراض الفلو زيان أعراض النشلة مالتنا nausea vomiting headache muscle pain كلها يعني عبارة عن دوخة لعبها النفس تقيو صداع ألم بالعضلات يعني عبها لك أعراض شنو أعراض في الوانزة زيان فجد يصر عندي as infected RBC being to rupture releasing merozoid heemoglobin and toxic cellular was producing initiating the first serious aproxim زيان فهنا هندي يصير عندي يقولك أنه قريات الدم الحمراء المصابة تبدي تتمزق تحرر لي الميروزويد اللي هم تتغذى على heemoglobin وهم تطيني toxic cellular waste مخلفاتها وتحررها بالدم فتبدي أعراض خطيرة تظهر عندي زيان بعد 48 ساعة الأعراض ارتفاع كبير في درجات الحرارة high grade fever زيان chillies برودة ورعشة زيان هاي most common symptom of malaria طبعا التريتمينت مهم وقلناها في أكثر من مرة هي الكليوروكوين وال pyramيكوين زيان اثنيناتهم تحفظوهم طلاب لأنه وضحنا أنه العلاج مهم لكم كمنا البلازموديوم نجي على التوكسو بلازما اللي سبب لي التوكسو بلازموزز التوكسو بلازما قوني داي التوكسو بلازما هم هي تعتبر من السبوروزويد السبوروزويد يعني البوغيات اللي ما عدها شنو موتل أو معدها عضاء حركة زيان هي من تشرب كل أنحاء العالم الهيومن can be infected by accidental ingestion of oocyst present in cat feces by eating raw or under cooked meat congenital forms are infected from mother to fetus from blood transmission شوفوا طلاب أول شي الإنسان يعتبر هنا شنو intermediated host مضيف وسطي والكات هي شنو definitive host زيان إنسان يصاب عراضيا عن طريق أكل الطور المعدي الـ oocyst اللي موجود في الغاء اطمال القطط مع غسل إيدة أكل لحم under cook meat أحم غير ممستوي إلى آخرهم أكو أيضا سبب لي congenital form زيان إصابة ولادية زيان عن طريق انتقاله من الأم إلى الجنين عن طريق مجرى الدم زيان نجي هسا على يمين على الباثولوجي والإكنيك significant شوفوا طلاب هي there are two kinds of toxoplasma trophozoid found in a human infection rapidly growing اللي هي التاكيزويد زيان والبرديزويد زيان والقنا الطور المعدي هو الأوسيست وضحناها وبالمجمل العراض تكون يوجو لأسيمتوماتيك زيان بس من هو السيفير عندي حالات اللي هي الاميون كومبرومايز الاشخاص قليلين المناعة لكن وباللون الأحمر مكتوبة من هي الشغلات الخطيرة اللي هي الاصابات الولادية بس من هو السيفير ريليزينج زيان براين ليجين يؤدي يعني الطفل المولود تكون الإعاقة خطيرة أنه تسبب لي إصابات في الدماغ يعني بلايندنس عما وين هذا كلها موجودة بالنيوبورن ملاحظة طلاب أيضا من الملطيبل المهمة قدر أقول لك يا من والطفل يسبب لك رأسا أنت تقول توكسو بلازما زيان هاذا توكسو بلازما is common infection with protozoa intercellular parasite هو الطفل اللي داخل الخلية زيان يقول لك الإصابات أكثر شي بحديثين الولادة قلنا ال 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 ايش قد يصر عندي هنا من الحديث الولادة أو الإصابة ولادية كالسيوم in براين زيان سيليبرال كالسيفيكيشن دايصر عندي تكلس في الدماغ نسجة ودود الكالسيوم في الدماغ تكلس الدماغ زيان بلايندنس عما توسمول هيد رأس صغير زيان تجمع السوائل في الدم زيان هذا كلتها خطيرة زيان أيضا مايوكاردايتس التهاب عضلة القلب إلى آخر زيان نيرف سيمتوم ديس أوردر خلال في الجهاز العصبي نيمونايتس التهاب الرئة زيان هاي كلتها موجودة الأعراض زيان الكات الكات هاي القطة القطة شون تكتسب الإصابة من قدنا الإنسان عن طريق مخلفات القطة والطور المعدي القطة عن طريق أكل الطيور والفقران المصابة زيان اللي تحتوي على شنو تحتوي على السيست نجي على وإحنا تقريبا وضحنا نصها يقول لك هنا القطط أو القططيات المضيف النهائي يعني مثلا منقول القططيات زيان مثل الحيوانات مالتها يقول لك هنا أن القطة تنعدي عن طريق أكلها الطور المعدي اللي هو البروديزويد زيان الموجود في أدمغة الفقران المصابة زيان فهي جدي صنع عندي وتتحول لي إلى تتحرر بداخل القطة تتحول إلى طور التاكيزويد التكاثر الجنسي ولا جنسي يحدث في القطة الداخل وداخلها ورما تتكاثر جنسيا تكون لطور الأوست الغير ناضج وشهد اللي يخرج عن طريق الغاط الأوست تتكامل عملية نضجها في قلبي الخارجية ورما تنطرح وهي الغاط هاي العملية تحتاج لها من 1 إلى 5 أيام زيان أحيانا الفئران زيان والقوارض تعمل عمل مضيف وسطي بعد متاكل هاي الأوست زيان هاذا العملية وراها شلح يصير عندي السبوروزويد ميجريت فور ماتور تو أوسست رابدلي كونفيرت انتو اكتيفلي غروين تاكيزويد انجسجن ابيثيليل أوف دا رودنت يعني تتكمل دورة حياتها وين قاعدة في القوارض هي هاتها طلاب هاي دورة الحياة مثل مشرحناها هسا كشق زيان كمنا نجعل الدايغنوستيك الدايغنوستيك أغلب سيرولوجي ديتكشن شنو ديتكشن الانتيبودي سواء ال-IgG أو IG عن طريق شنو الكتات يعني بالمختبر يعني سيرولوجي زيان التريتمانت اللي هو البيراميتامين زيان هو هذا اللي يستخدم فإن شاء الله طلاب المعلومة وصلتكم اقرو وإن شاء الله أي شي احنا موجودين ترجمة نانسي قنقر